اشتركوا في القناة صباح الخير مستر نبيل صباح الخير مستر خالد صباح السحة وجمال مستر صباح الخير مستر خالد صباح الخير مستر صلاح صباح الخير مستر نقضان صباح الخير مستر نحمن تمام نرجع مع بعض تاني ونبدأ المراجعة بتاعتنا مع أسلزتنا الأفاضل وطبعا إحنا زي ما قلنا مجمعين مجموعة من الجمل اللي عاملة كافورينج لكل البوينتس الموجودة في الجرامر بتاع المنهج نبدأ مع مستر نبيب بكير ونستاز المخرج الجميل يجيب لنا بيتج نومبر وان. اتفضل مستر نبيب. اه الصباح الخير اه عزيزي الطلاب. الصباح الخير المدرسي لو انجزيها في جميع انحاء مصر. اه اه هنعمل اليوم ده كافرين كويس لمن يونت وان لسيفن اه جرامر. نصل معك بقى من يونت وان لسيفن لان فيه طبعا اه من اول يونت ففتين تحزف لغات اتين والشابتر اه شابتر سيفن وشابتر ايت حزفوا. فنوص المنهج هنا من يونت سيفن اه لنوص المنهج. المنهج كله فورتين يونت سيفن. وابقول للطلاب ما تقلقوش. ده ظروف مرة على كل الدنيا وان شاء الله ربنا هيوفقكم. انت دوير بيست and i'm sure that you will do best in the test. نسمة مت her best friend when she has been was being was is at primary school. نعيد الجملة تانية يا جماعة. نسمة مت her best friend. نسمة قبلت احسن صديقة لها. when she has been at primary school ولا was being at primary school ولا was at primary school ولا is at primary school. فيه تعبير معارف جدا جدا. when i was when she was when we were. بيعبر عن finish the action. finish the action يعني حدث وقع وانته خلاص. when i was young i played in the street. when she was in primary school she got the full mark in english. يبقى دي finish the action. يبقى اكيد دي الاجابة بص سيمبل. هستابعت has been. هستابعت goes being. هستابعت is. يبقى الاجابة. نسمة مت her best friend when she was at primary school. نمبر اثو. اه نفس الايديا بزبت. she was going when she was young. ما فرقيتش عن when she was young. من when she was at primary school. finish the action. finish the habit. بص سيمبل. يبقى الاجابة she used to go. used to لو جالي بعدها الانفينيتيف بتعبر عن finish the habit. لكن لو جالي قبلها فيربي تو بي ام او او از او ار. وبعدها used to بعدها او ناون او بعد هي عادة ومازالت مستمرة. معناها ان انا cup getting up early. معناها معناها انا بن's habit of getting up early. معناها انا it is my habit to get up early. معنان انا ايوج والي get up early. دي عشان ده نون. number three. why in my stay in France? during my stay in France. on my stay in France. in my stay in France. I learned a lot of French words. while بيجي بعدها جملة كاملة او بيجي بعدها. during? بيجي بعدها now. on بيجي بعدها جملة. النفس الموضوع. why in my stay? ولا during my stay? ولا on my stay? ولا in my stay in France? I learned a lot of French words. اكيد the right answer. انا during my stay. the during my break fast. الاخري. number four. I saw an accident. انا شفت حتى. while was going. while going. while had gone. while went. to school this morning. there is no subject. مفيش اصلا subject بعد. while. while as just as before after. كل الرابط دي لو مجيش بعدها subject بتاخب بعدها جيران. I saw an accident. while was going. while going. while had gone. while went to school this morning. زي بيست انصر طبعا او. the right answer انا. while going. but notes. لاحظ جدا. حاجة مو ما جدا جدا. انا عشان استعمل جيران دي انا بعد. while لازم السبجكت يبقى زي سيم. هل ينفع اقول هنا. while studying. زي لايت ونت اوت. it is wrong. لو قلت. while studying زي لايت ونت اوت. معنا الكلام من النور اللي كان بيذاكر. لأ. الاجابة انا الصح. while i was studying. the light went out. لكن i can't say. while watching the v. i fell asleep. the subject يكون the same عشان يجيب جيران. يبقى الاجابة انا while. وروح لجملة. subject is the same. i saw an accident while going to school. number five. what are you doing? what were you doing? what you بتعمل ايه? في منتصف اليوم البارح. at midday yesterday. at five clock yesterday. at five clock yesterday. yesterday evening yesterday morning. yesterday morning. طالما لحق لكلمة yesterday بمدة زمنية. بعدها كان past continuous body مستمر. انا طبعا هفكر في عاقتين هنا. what are you doing? we were doing. اعتقد كلكم عارفين بدايات اللغة الانجليزية. بدايات الزي تعب لازم تقدم الفعل على الفعل. يبقى الاجابة what were you doing? at midday. يا ستادي. تمام مستر رجوين. ننتقل لمستر خالد عطيه ونشوف بيت جي نومبر تو. الصفحة ركم اتنين. اتفضل مستر خالد. اه صباح خير جميعا. صباح خير عمصر كل لوطن بابي في صفة خاصة طبعا. نومبر سيكس يا جماعة الجملة بتقول. العربية ايه لما كانت لما قبطت الشجرة. لو بصنا في الاختيرات was moving moves has moved is moving. احنا اخذنا يا جماعة افكركم ال past continuous اهم حاجة في بيت بنقول ان كلمة مزور دي بنقولها ايه بالعربي كانة. زي ما قلنا مسلا ايقول انت انصر ما يترفن كل ما عاريتش رد يرترفن كل على مكلمتك ليه? I was sleeping لاني كنت ينايم. فانا هنا عايز اقول العربي ايه كانت ماشية بسرعة. يبقى was moving. يبقى the right answer is number six. is number eight. تمام? concerning number six يعني يبقى number eight. number seven. كمال space on a english person before he met my friend jack. عندي بيفور في النص. يمكن ده من ايام الاعدادية زمن اسمه past perfect اللي هو هاد وبي بي. قبل بيفور معروفة بيجي past perfect هاد وبي بي. وبالتالي لو بصنا على الاختيارات doesn't meet hasn't met won't meet. هاد انت مت. اكيد طبعا ال past perfect number d. هاد انت مت. يبقى number seven d. concerning sentence number eight. بالنسبة بقى ال number eight يا جماعة. tourists walking until they had reached the top of the mountain. بيقول ان السياح نحاول نفهم دايما معنى الكلام. لم يتوقفوا عن المتش لحد ما وصلوا على طمة الجبل. في هنا كلمة until. تمام? يمكن احنا محاولين مجمعين كل اللي يونت كده جملوا مع بعض. نفس الكلام past perfect. بعدها هاد وبي بي. موجودة عندك هاد ريتشد. وقبل until عادة didn't. مش دايما عادة وانشوف دلوقتي ليه بنقول كده. طالما قبلها didn't. يبقى عشان كده number eight هتبقى ايه. بص في الاختيارات كده معي. didn't stop. stop. haven't stopped. مش هنكمل خلاص لانه الطبيعي ان انت قلت ايه. didn't stop. ليه بنقول عادة. لوكة number nine. بص كده على number nine معي. eyes office until i had checked that all the doors were locked. بيقول انا ممشتش لم اترك المكتب. الا ما اتأكدت ان ايه كله متقفل تمام يعني. في until برضو زي اللي فوقيه. طيب تعال انطلع didn't بقى والانفينتف من number nine. won't leave. wouldn't leave. hadn't left. wasn't left. ده مفيش didn't. هو عادة didn't. wouldn't. couldn't. كيه? عشان كده number nine هتبقى wouldn't leave. اللي هو زي البص سيمبل كده. يعني بتساوي didn't leave يعني. كيه? مامشتش لما كده. طيب number ten. the baby had drunk old and malky before to bed. لسه مستر مبيل ايل بالوقتي انه طالما ما فيش سبجك فاعل. عندي before space على طول موقتة هو. قلنا after before while when we're on. after before while when we're on. followed by g and if we have no subject. بيجو هرام يا جماعة. والآي ني جي طالما ما فيش فاعل. خلي بالك انت بتبقى عارف الجملة. بس بتحلها عادة وين. فما بتاخدش بالك لما حد يقول لك وما فيش فاعل بعد before. طبعا في الامتحان ما حدش هقولك حاجة. يبقى number ten هتبقى في جوين. تمام? جميل مستر خالد. ننتقل لمستر خالد عبدالهادي ونشوف page number three. good morning my students. شكرا مستر احمد. thank you. صباح الخير على كل طلبنا وكل مدرساننا في زمائنا. عاوزين نقول لك طبعا تشدوا حلكو انتو في ظروف عالم كل فيها. وان شاء الله تعدي علينا بسلام. ويتجيبوا مجميع كويسة وتلتحكوا بالجماعات اللي انت عاوزانا ان شاء الله. sentence number 11 الجملة رقم 11. طبعا دي اتخاصة بالدرس بتاع past perfect اللي هو الماضي التام. وعندنا في رقم 11 كده لما ببص معي على الشاشة بيقول لي space وهتختار having ولا had ولا on ولا hardly. طبعا في طلب اكتر بتشتكز عاوزان انا انا فاهم كل حاجة مستر بس بشاعة اطبق. ما قلت لازم تفهم و لازم تبقى حافظ القعدة. حافظ وعارف ان while من غير subject تبقى اي من جي زي ما قال زمائلنا كده من شوية. عارف كمان ان having في اول الجملة لازم يجي وراء تصريف ثالث. انت فاهم القعدة وعارفها وحافظها. خلاص يبقى it's ok. number 11 واضح جدا ان هي هتبقى الاختيار number A. having finished. طيب ساعات طبعا بتبقى having بين finished في حالة الباس فهو اتعد عينها قدام ان شاء الله النهار ده واحنا شغالين. نبص الجملة number 12. hardly. انت عارف ان في حاجة اسمها hardly win and scarcely win and not sooner than. only win and pearly win. طبعا اول ما نشوف hardly في اول الجملة والحاجات دي كلها بيجي وراها فعل مساعد وبعدين فاعل. دي طبعا انت عارف القعدة. ففعل مساعد وفاعل. طيب مستر هنا جات في امتحان سنوية عامة سابقة قبل كده واخد بالك احنا هنا في الدمج من درسة الهواء. ما بنشتغلش معاك الا جمل بتاع السنوية عامة سابقة او جمل الكتاب الوزارة او جمل الورك بوك بتاعك طبعا وسيد انت بوك. فالحاجات اللي بنقولها دي لازم تبقى متابع معنا عشان تبقى هيدي اللي بيجي لك اخر السنة. ما بيجيش حاجة خارج نطبق كتاب المدرسة. فلما نقول بنبدأ ابا هاردلي هنا عارف ان فعل مساعد وفعل. طيب مستر فيه دي داي سي وفيه ها داي سين. طب انا اخد دي داي سي ولا ها داي سين. لا بنفضل عطول ها داي سين. خد بالك من الجزئية دي. ولو جاب لك في الجملة اصلا فوق تصريف ثالث يبقى انت هتاخد هاد. ولو جاب انفانيتيف مصدر يبقى انت هتاخد ديد. لكن لما يجب لك الانين مع بعض بتفضل ها داي سين. طيب نجي للجملة نمبر سورتين. اه هنا الجملة فيها كلمة بيكوز. يعني لان. طبعا دي بتبقى عاوزة جملة مطاطية شوية. يعني زي افتر من غير فعل عجيب اي ان جي. مزي هاردلي بقى اخد هاد اي ولا هديد اي. لا. الفكر هنا لما بتشوف كلمة بيكوز. خد بالك اوي اوي من الجزء اللي فيها. هل قبلها present ولا past. هنا بيقول لي it was dark when. it was dark. فانا كده باتكلم في الماضي. يبقى لازم اللي هيجي ورا بيكوز يكون ماضي. يعني تستبعد اللي choice number B has gone. وبعدين تستبعد اللي choice number D goes. يبقى عندك head gone. وعندك went. فلما تيجي ترجع على معنى الجملة. الدنيا كانت ضلمة جدا. لما وصلنا البيتش. why? because the sun had gone down. عشان الشمس خلاص كانت حصل لها غروب. اختفت خلاص. يبقى هنا حدث. قبل حدث يا بنتكلم في الماضي التعمل past perfect. يبقى على التول هناخد head gone. طبعا number 14. بقول لي all is nervous because she. علا مضايقة جدا لانها. بعدين space I talk to the class before. عارزول هي ما اتكلمتش مع الفاصلة قبل كده. وحاسة بقى لا. نرجع برضو لجملة because. انت هنا بقول لي all is. يبقى انت بتتكلم في المضارع. يبقى automatic ما تجيبش بقى وراها ماضي تام. عشان كثير بقولك mister. هي because عاملة زي. after بيجي وراها ماضي تام. اه بيجي وراها ماضي تام. طب ممكن يجي وراها مضارع تام. ممكن. امتى لو قبلها مضارع. فهنا قبلها طبعا شي never gives. ده مضارع بسيط. طب never used to go. دي منافيه ماضي بسيط. طب had never given. ده ماضي تام. طب has never given. اه انا اتتاكده عندك حاجتين. عندك مضارع بسيط. وعندك مضارع تام. لا. فضل عطول المضارع التام. عشان حاجة ما حصلتش قبل كده خالص معها. فتبقى ماشي دايما في المعنى في المينج افضل. يبقى because لو جايب لها مضارع. فكر في المضارع التام بعدها. لو جايب لها ماضي. فكر بقى في الماضي اللي بعدها. ممكن يبقى ماضي تام. زي الجملة لنبار سرتين. it was dark when we reached the beach because the sun had gone out. ممكن يبقى وراها ماضي مستمر. زي ما دينا مستر خالي كده من شوي. يعني مثلا I didn't answer your telephone. why? because I was sleeping. كنت نايم في التوقيت ده. كنت نايم في التوقيت ده. بخد بالك من because. ركز عليها قوي. عشان لما تيجي بتبقى عادة تركيز من الطالب. نيجي للجملة الاخيرة عندنا النهاردة في الصفحة ديت اللي هي number 15. دينا hasn't finished. not finishing. hadn't finished. haven't finished. the test when the teacher told them to sleep. طبعا هنا اجاب لك when. وبعدين اجاب لك the teacher told them. يبقى جاب وراها past symbol. ماضي بسيط. يبقى automatic اللي قبلها هيبقى ماضي بسيط او ماضي تام. نشوف بقى المعنى. هنستبعد hasn't finished. ده مضارع تام. ما ينفعش اخلي نص الجملة معنى مضارع وماضي. كلام ده مع سنس بس. ما ينفعش اقول دينا not finishing على طول. طبعا بقى افكر في hadn't finished. و haven't finished. طب هي دينا بتاخد have. طبعا نعارفين. have بتيجي مع اي وي وزي وي وي و لكن هزي اللي هي وشي وات. يبقى كده حسمت نفسها الجملة. ان number 15. الاختيار number P. is the right answer. اللي هي hadn't finished. تمام مستر كالت. جنيل جدا. ننتقل لمستر صلاح عبدالله ونشوف مع بعض page number four. قدر مستر صلاح. احمد مديني الاكترا بتاعتي. has gone. has been. has gone to. has been to. كامي قبلتنا لندن. he is going to return to كايرو next week. يبه هنا احمد في لندن وهيرجع عالقاهرة الاسبوع اللي جاي. يبه انا عندي هنا اللي تر اي و بي خلاص مش محتاجينهم. عندي letter C. has gone. زهب ولا ميعد. has been. زهب وعاد. يبه نختار letter C. has gone to. زهب ولا ميعد. قبلت سبنتين. I have tried Chinese food. يعني انا جربت الطعام الاكل التشينيز الصيني. but I haven't tried french food. وجاب لي السبس بتاعي في اخر الجملة. ويني عندي هنا دي present perfect في اه 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 النيجاتيف في النافي. haven't tried. مديني اختياطي already. never. yet. just. طبعا اللي هتيجي في نهاية البرزنت بيرفكت في صيغة النافي. yet. letter C. اه جملة اه اه اتين. كاريم has been really good at english. وقدر الفراغ عندي هنا. and he went to england on holiday last summer. طيب اختلاتنا when. where. before. although. since. طيب هنا عندي هنا قبل ال space. قبل الفراغ موجود عندي present perfect. has been. وبعدي past simple. يبه نختار letter D. since. علشان بيجاب ليها مدرع تام. وبعديها الباس سيمبل الماضي البسيط. اه جملة اه 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 اللي بعديها. don't be late the bus اه متأخرشي. to peace. وقده فراغ. at exactly three ten o'clock. في اختياط عندنا leaves. going to leave. has left. وليفت. طبعا يا جمعينا الترانسبورتيشن. كل المواصلات والتايم تابلز. بنختار معاها present simple. يبقى letter A. leaves. جملة 20. a lot of people are waiting for the museum to open it. قد فراغ بيزي. there today. يعني في ناس كتير وقفين قدام المتحف لما يفتح. يبقى ترى ده ايه. is being. ولا was. ولا is going to be. ولا has been. طبعا يا جماعة يبقى ده هنا عندي evidence. دليل اختار letter C. is going to be. بيزي. هيبقى المتحف آآ آآ مزداحم. آآ النهاردة letter C. تمام مستر صلاح. ننتقل لمستر رمضاني التركي ونشوف مع بعض page number five. تفضل مستر رمضان. صباح الخير على كل طالباتنا في مصر كلها. صباح الخير على كل مدرسينا وزولائنا. آآ page number five. بص بقى معا كده. ده unit three. وده من اهم موحدات المنهج. ده بيكلم عن الفوتشر بكل انواعه. الفوتشر perfect والفوتشر simple والفوتشر. في going to near future الاخر. آآ number twenty one. it's very hot in the house. جو وحر في البيت. I spaced on the air condition. هو كاتب اختارات I'm turning. وكاتب turn. وكاتب will turn. و I'm going to turn. هنركز بقى على رقم C. امتى نختار will turn. نقول لطلبات تاعتنا اكتب معايا. will turn. لو لديت في جملة think. لو لديت في جملة expect. لو لديت في جملة hope. لو لديت في جملة امشور. باختارها في quick decision. في الكرارات السريعة. باختارها في future fact. في الحقيقة بتاع المستعبل. باختارها في prediction. وزاوة evidence. لو عندي تنبق من غير دليل. وباختارها مع request. will promise. with three. تمام؟ باختار going to. اما لايه في جملة plan. اما لايه في جملة decide. او decision. intend. او intention. اما بلايه في جملة عن evidence. دليل على الحاجة هتحصل. I want to look at. وتحذير بدليل. يبقى انا عندي هستبعد. I'm turning. وهستبعد ترن. تبقى انا بقول. it's very hot. جوا حظ جدا في البيت. فده قرار سريع بلا ترتيب. فهاختار هنا. will turn. number c. number 22. the teacher say that we relative closest next week. هنا فيها arrangement. لو انا لاحظت فيها arrangement. بقول احنا هندرس. دمائر الوصل او relative closest. الاسبوع اللي جاي. فاحنا واخدين arrangement والappointment ما بحدد. فبختار ال present continuous. يبقى هنا اختياراتنا going to study. وخلي بالنا من الطلبة. خلي بالك going to study. ما قدمهاش اموز وار. استبعدها. ان ما فط بقايام going to study. وعندي studying برضو عايز اموز وار. فاستبعدها برضو. فعندي study وار studying. ودي future تبقى ار studying. number 23. my grandfather 70 on his next birthday. واحنا قلنا من شوية think وexpect وهوب وايام شور. قلنا ال quick decision وال future fact. فده بتتكلم عن سن الانسان وعمره. دايما وابدا سن الانسان will be. ودي قملة متكررة في امتحانات السنوات العامة وبتيك كتير جدا. يبقى هنختار will be. يبقى my grandfather will be 70 on his next birthday. number 24. at ten o'clock tomorrow. يا ولد خلي بالكم انتمورو عندما يحدد الوقت معاها. اما يقول مثلا at eight tomorrow. at seven tomorrow. at nine tomorrow. ساعة سبعة بكرة. يبقى انا هعمل. هعمل لابدا future continuous. future continuous. يبقى ولي بي والفيرب زائد ing. فاميقول لي at ten o'clock tomorrow. اي نقط اونا train to aswan. فحدد الوقت. الساعة عشرة بكرة الصبح انا هبقى مسافر اسwan. هل هاختار travel. ولا اختار going to travel لمو دماش ام و ازوار برضو. ولا اختار will have travel. ولو will be traveling. طبعا I will be traveling. عشان هو حدد الوقت. number 25. we studying this book by the end of this year. اخلي بالي بقى ان جملة future perfect دي قوي. خلي بالك من buy. خلي بالك من in. لو وراها future time. by tomorrow. by the end of the year. by the next week. يبقى بايد يبتديني future perfect. يبقى انا عندي. هل finish. ولا will be finishing. ولا will have finished. ولا are finishing. يبقى وانده مش غير will. have finished عشان buy. خلي بالي بقى اولاد برضو من buy اما يجي وراها مدة في الماضي. مثلا buy two thousand and fifteen. بقى two thousand دي مسلا. هنا بختار الباست بيرفكت. يبقى انا عندي buy مع الفيوتشر. ولا have والباست participant. buy مع الباست. had والباست participant. احسنت مستر رمضان. شكرا مستر رحمة. اه ننتقل لمستر نبيل بيكير ونشوف مع بعد بيتج نومبر سكس. تفضل لمستر نبيل. نومبر تويني تاكس يا جماعة. ده مهم جدا جدا. اه كلها بتكلام قررت في كلوز. ده مر وصل يا هوم ويتش ووز. وات وين. خلي بقى انا مع الجمل دي قوي. this is the hotel. which i stayed. what i stayed. where i stayed. when i stayed. when i was young. ده الفنده اللي كنت قاعد فيه لما كنت ظهر في السن. الفنده ده يعطي word place. اللي بتعرف عن place هي where. لكن لو فيه preposition حرف جر مع which كان ممكن تستعمل كالترنتفة كبديل لكلمة where. يعني هنا لو عندي زيز الزهوط ال in which كانت تنفع. زيز الزهوط ال in which i stayed. when i was young. مفيش حرف جر مع which. يبقى البديل بتاحة. this is the hotel. where i stayed. when i was young. number 27. this is the best thing. who i can do for you. that i can do for you. which i can do for you. when i can do for you. ربما تقيني كده طالما فيه زي باست او زي باست و زي باست و زي باست و الاجكتب الصفات يعني. بس تعمل ذات. فيه كده كلمات معاينة يرى اقول. والادجكتب الصفات. الحاجات تبتاخد ذات. واي حاجة فيها sing. و something. و anything. و all things. كل تتاخد ذات. يبقى زيز الزهوط باستة سينج. that i can do for you. number 28. جملة مهمة جدا. the house. who built. which built. building. built. by my father is very big. الماندل اللي بوني يعني. الجملة دي passive. ما بدي المجول. يعني ما بنزمش يبدي نفسه. انا اول حاجة هاستبعدها. who built. ليه? عشان الهاوس ده something. which built. yeah. كدتبع جميلك صح? لو فيه verb to be. انا عارف ال passive common. verb to be. تصريف ذات الفعل. يعني لو هنا. the house which was built. كبقى الصح. the house building. لقد جيراند. انا امتى استعمل الجيراند? لابنكون الجملة active. the house built. يبقى. زي ريت انتر هنا. طالما جملة passive. وهيعمل حسفة. relative close. او relative pronoun. ضمير وصل. لازم بتحذف ضمير وصل. لو كان which او هو او هوم او هوز. بتحذف معاه verb to be. بفضل التصريف تلك الفعل. ودي بتبقى مهمة جدا 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 جدا. the house. who built. which built. building. built by my father. is very big. الي جابها طبعا. the house built. الي كانت اصلا. which was built. وعمل حسف. which. حذف verb to be. فضل التصريف تلك. ده produces hydroelectric power. ليتطاقة الكهرومية. المية اللي بتمر من خلال السد بتنتج طاقة كهرومية. which was? ازاي? which was? المفروض دي تعتبر uncountable noun. المفروض تعتبر مفرد. المفروض which was? على which passing? which passing? الجبلة active. وفي حالة الاكتف لو عايز اعمل حسف دارة ببرون ضمير الواصل. بحسف ضمير الواصل. واجيب بعده بداله جيراند. فين الجيراند انا? which passes? اصلا. which passes? فهمين يا جبعة? number 30. the foreigner. who's? that. whom? whose? stay ended. must leave our country. the last one. letter D. جميل مستر نبيل. ننتقل لمستر خالد عطيه ونشوف مع بعض بيتج نومبر 7. فضل مستر خالد. بيتج نومبر 7 يا جماعة. اه بيتكلم برضو تكملة لكلام مستر نبيل عن relative closest. number 31. 31. بصين معنا بقى على الشاشة كده احنا بيتج 7. they said something very cruel. I think they should up the joy. معنى الجملة حاول تفهم الجملة الاول. هما غلطوا يعني. والمفروض يعتذروا على الكلام ده. عندي الاختيارات for which واتويتش وباي ويتش وتويتش. احنا كنا قلنا البريبوزيشنز لما بتيجي مع relative pronouns دي او relative clauses دي بإحصال قاتي. بنجيبها وفقا من بعض يعني من احد الطرق اني بيرديك هو verb أو noun أو adjective معانا لها حرفة جرد. فلو احنا مصر عندنا depend. depend اسمها depend ايه؟ on تمام. interested in وهكذا. فانا عندي اخر كلمة apologize. apologize حرفة جرائلة ونفتكري. عتزر على apologize ايه؟ ها ايوه for. عشان هي apologize for ده يخلينا نختار apologize for تبقى for which. يبقى number 31 is number ايه يا مستر. 32. 32. the doctor space teaches us phonetics wants to see you. الدكتور اللي بيدرس لنا phonetics علم الصوتيات يعني عايز ايه؟ يشوفك. طباب. طيب. عادة اللي همنا جماعة برضو طريقة الحل. ببساطة بنبص على الكلمة اللي قبل النقط. غالبا الكلمة دي لو عاقل هو اهود. who is followed by third? who is followed by noun? يبقى الكلمة دي لو عاقل يا هو يهود. who is followed by third? who is followed by noun? عندي هنا دكتور عاقل. ببص على اللي بعدها teaches. third ببمعنى يدرس. يبقى هو. ده عادة. يشز بعض ده حاجات ده احنا بنتكلم بصفة عمالك. كي? يبقى ده دكتور who teaches. امه اللي امتى اقول who is? تمام? قلنا who is لو followed by noun. طيب. تعال نبص على third three. she can't decide to wear a body. هي مش قادرة تحدد باللغة العربية كنت عايز اقولي ما ترتديه. او بالبلدي زي من كنا بيقول كده ايه? اللي عايزة ترتدي في الحفلة. she can't decide. فكلمة ما هوم ولا ذات ولا ويتش ولا وات. ادا تستفهم حتى كنا بنحفظها ما او ماذا اللي هي ايه. وات. تمام? يبقى ثيرتي سري دي. ثيرتي فور. اربعة وثلاثين. I remember the day space I got a prize. انا فكر اليوم اللي انا اخدت فيه الجايزة. اليوم اللي حصلت فيه على الجايزة. بتكلم على اليوم يبقى بتكلم على توقيت معين. قلنا عادة بنبص على الكلمة اللي قبل النقط. عادة. ده تاين. فطالما تاين بتاخد ايه? who? when? who's that? ها? حد يحل قبلية كده? بالضط. هي نمبر بي. ثيرتي فور. وين? نشوف ده لاست وين. ثيرتي فور. ده مجازين space ibot is wonderful. المجلة اللي انا جفتها جميلة. طيب. ده نبص على الكلمة مرة تانية اللي فين? اللي قبل النقط. مجازين غير عاقل. غير العاقل من ايام ابتدائي واعدادي بياخد ايه? which ولا هو ولا وين ولا where? بالضبط. which very simple one. اكي? distinguished. مميز شوية. وفي حتة كده بتلغبط الطلبة كتير. عاوزكوا تركزوا معايا فيها. to get it. to understand it. عشان تفهموها ان شاء الله. ونبدأ بالجملة number 36. ستة وتلاتين. عليها is enjoying her new job. because both all every either day of the week is different. طبعا احنا عارفين both the big oragama. لازل اني بعارف كده شو نعرف نختار. both big oragama. وفي معاها both and. يعني ما سنقول both of them are ولا is لا are. طيب all. اول دي لها two types. حكتين. ساعة للمقول all the girls. جات حاجة countable. بتعد وجمه. يبقى all the girls are. all the boys are. لكن لما تيجي حاجة uncountable. يبقى all the food. all the rice the sugar. يبقى is. يبقى انت بتاخد حسب all. ممكن جمع. ممكن مفرد. حسب اللي وراه. حاجة بتعد وجمع. هتبقى جمع. حاجة مفرد تبقى مفرد. نيجل every. هي دي بقى محور البيتجي بتاعتنا دي دلوقتي. every و either و neither والحاجات دي. every بيتثوي h في حاجات معينة. يعني ما سنقول every student is. يبقى every بيجي وراه مفرد. وفعل مفرد. طيب. h student is. اه. h برضو مفرد. وفعل مفرد. دين دول بيصوهوا بعض في الجزء دي. لازم تاخد بلك من الحتة اللي اقولها دي عشان الصفحة كلها متوقفة عليها. is the difference between each and every. الفرق بقى من each و every. مبدئيا كده لو شفت كلمة normally, almost, particularly, especially. يبقى في الحالة دي بتاخد every. يعني every بيجاب لها adverb. normally every ولا each. لا يبقى normally every. خلاص. ادي اول حاجة. طب ايه الفرق التاني اللي بده. لما تلاقي انت تعرف ان every دائما بتيجي بين ثلاثة او اكتر. لكن each بين اتنين او اكتر. لكن every بين ثلاثة. خد بالك اقول ما يقول لك في الجملة. two يبقى انت بتكلم في each. عشان هي اللي بين اتنين. طيب. مفيش حاجة اسمها every of. غير every one of. لكن في each of my parents, each of my two sons كده. ده الفرق بينهم. عشان كده لما نيجي نحل الجملة بقى الاول نيجي بنقول. عليها is enjoying her new job because both day ما ينفعش وانا بيه ورا جمعه. all day ما يجيش كده. every day either. اذا بتاخد or. وانا اذا بتاخد nor. يبقى everyday of the week is different. الجملة الاول نيجي اوضح تلينا حكاية كتير. الباب مش هياخد معنا وقت. خد بالك. number 37. 37. there are two restaurants. في مطعمين. كده تحسن من قبل ما نكمل. buy the park. and they are all either each both very good. اتش خلاص. ليه ما قال لي two restaurants. احنا وانا من اتنين وقت. طيب. number 38. هنا رجب نفهم معنا الجملة دي. محمد has two brothers. محمد عنده اخين. هتقول اتش. كمل. buy they are not good at basketball. عنده اخين بس هم مش كويسين في لعبة الباسكت. لكوز. لاني. either is tall. each are tall. neither is. neither are. طيب. يا neither اصلا مفرد. المعنى يقول اختار neither يعني. هو عنده اخين بس هم مش كويسين في لعبة الباسكت. لاني مفيش حد فيهم طويل. مفيش حد فيهم يبقى انا بنفي. يبقى neither is او neither are. هي neither of them. طيب عمت مفرد وجامع. بس لما يجيب اتنين مع بعض اخد المفرد. بتفضل. يبقى neither is is the correct answer. اللي هي number c. نيجي اللي number 39. 39. عمر خالد wants to study. عمر خالد wants to study. either both neither half English or history at the university. he is not sure. الجملة حسبت نفسه. طيب لما فيه or يبقى either. ولو فيه nor تبقى neither. number 40. my mother gave all the child. قلنا قول ما بيجيش وراها all boys all girls بتمفعش. each child ها تمشي. either قلنا عاوزة or او بيكون لها نافية زي. and I don't like either. ساعات either بتيجي في ناية الجملة المنفية. خد بالك من حتة دي برضو. غير 2 اللي هي T W O. بتيجي في ناية الجملة المثبت. وبوث قلنا بنيجي وراها جامع. فالذي يقول both children. all children. يبقى حسمت نفسها الجملة. ان my mother gave each child at the party a small present. thank you. عحسنت مستر خالد. thank you. ننتقل لي مستر صلاع عبدالله ونشوف مع بعض بيجي نومبر 9. فضل مستر صلاع. طبعا كما احنا برضو بنكمل هوت 5. الافكار المهمة اللي موجودة والجملة اللي هامة اللي عندنا. الجملة 41. our school is. مجاب هنا سبيس. كيلوميتر فروم my house. ودي اختيارات half of. little b half a. half of a. طبعا كما احنا بعد الفرام موجودة عندي هنا. كيلوميتر. لما لايه موجود هنا. كيلوميتر. hour. meal. يعني المقيس كلها. هختار. half of. little b. بدون. half a. بدون a. of. يبقى اللي جاب هنا عندي. little b. 42. جاب لي سبيس هنا. of my parents are at home today. because they are at work. يعني هنا جملة. هم موجودين في العمل. يا ترى. اختار اجابتي. neither. ولا both. ولا either. ولا all. طبعا هنا. يبقى اللي جاب عندي. letter a. neither of my parents are at home. يعني. مش موجودين في البيت. اللي داية. علشان موجودين في العمل. يبقى اللي جابها. letter a. 43. جاب لي سبيس. بعديها. بيقول هنا. the rice. that you need. in the cupboard. يعني. الرز اللي انت عاوزه. موجود في ال cupboard. التونسيس اللي عندنا. all. pause. either. each. طبعا جمعنا. the rice. the uncountable. uncountable. يبقى نختار فقط معاها. letter a. all. all. يبقى نقول. بيجي بعدها. uncountable. nouns. يبقى الاجابة. a. 44. the light from the sun. is. ودنا سبيس. الضول. مش شمسي يعني. strong. that you can't look at it. اه. اللي اخترت عندنا. such. enough. so. too. طبعا. في الاسبيس هنا كما عندنا. بعديه جاب. adjective. صفة. وذات. يبقى ليجي هنا. اللي اجابة عندنا. letter c. يبقى. so. strong. that. دي اجابتنا. صفة. that. طيب. 45. i have. ويجابة. much work. to do. that i can. to go. on a picnic. with my friends. يبقى. ما يجيبلي في الجملة هنا. much. little. many. وفيو. هختار معاهم ايه. so. يبقى اللي اجابة. 45. 5. i have. so much work. وكمل جملتي. اوكي. احسنت مستر صلاح. هنطلع فاصل قصير. ان شاء الله ونرجع تاني. استنونا. وارجعنا لكم تاني ونكمل مع بعض الرفيجن بتاعتنا مع مستر رمضان التوركي. ونشوف مع بعض كده page number 10. اتفضل مستر رمضان. اه. صباح الخير على طلبتنا المرة التانية. الجملة الاولى هي بدقة ب such. طب احنا الطلبة كلهم عارفين الجملة ان احنا عندنا subject وverb. such. an. adjective. ولازم اسم ووصوف. لازم ناونه. وبعدين that. طب دي بدقة ب such. وعارفين نصوه adjective that او adverb that برضو. قال لي اي جملة تتبق بصوة او ب such. انا بعمل صغة ال inversion. يعني بعمل صغة السؤال. فهو كاتب such. long questions. يبقى حطت الصفة والموصوف. وبعدين space. that we didn't have time to answer them all. هل they where. ولا where they. ولا did they. ولا they did. طبعا انا عشان اقول did they as infinitive. وعشان اقول they were مش هتنفع. يبقى مقدمش غير where they. انا بعمل inversion. يبقى such long question. letter b. where they. that we didn't. حتى لو بدأت بصوه. هتبقى صوه مثلا. انا بقول مثلا احمد is so clever that. يبقى صوه clever is احمد. نفس القصة. number 47. this is space. an exciting book that. احنا ياولادة عارفين احنا اول ما بنشوف ايه وان. وادجكتف. واسم موصوف انا على طول بدور على such. يبقى this is such an exciting book that i don't want to stop reading it. يبقى نختار letter a. such. the phone is for here to buy. she doesn't have enough money to. ركز بقى بجملة ازا دي كده. is. اولا ما فيه that. يبقى هستبعد so. so expensive عادة that. وهستبعد such. such an expensive book that. يبقى هستبعد اتنين. عندي expensive enough. وعندي too expensive. تبقى انا النهاردة too بتفيد النفي. ازاي اقول too expensive. ولا expensive enough. عندي too بتفيد النفي. ونف بتفيد الاسبات. يبقى انا الجملة دي هتبقى. the phone is too expensive for here to buy. لان الجملة التانية هي مش هتقدر تشتري. يبقى too expensive. letter b. number 49. my sister is. to go to school. she is only too. هستبعد so. so old that. المفروض. طيب هستبعد such old. المفروض such an old. يبقى اصبع عندي. too old. يعني اطول دي انف. طب too old. يعني كبيرة. كيفية ان اتروح المارسة. وانت بتقولش. is only too. يبقى هنختار. not old enough. يبقى. my sister is. not old enough. to go to school. she is only too. اخر جملة في الخمسين بتوعنا. drive carefree. here be cause the road. دي جملة passive. انا عرفت انها passive ليه. المفروض الاكتف اولاد. it's important to say. who does the action. والباسف. it is not important to say. who does the action. وفي نفس الوقت. بعد النقعة. the road is. space. ومعادة space. ما فيش object. واحنا عارفين الباسف. الجملة اللي فيها فلسطوب. اللي فيها preposition. اللي فيها joiner. او مفاش مفعول. فطبعا. the road is being repaired. بيتصلح. يبقى نختار letter c. احسنت. مستر نبيل بكير. ونشوف مع بعض كده. page number 11. number 51. بكلم على نفس الايديا اللي الكلام عليه. مستر نبيل وان. اللي هو المبدي المجهول. اللي هو بيبقى فيه object. تبع كيف تصريف ذات للفعل. وفيه طبعا مجموعة افعال تعتبر. الافعال اللي زي ما بجيش في الباسف. زي كعافيزة يكون لابس وزي come up. و break down و break out و kalender. the police said that the windows. الوليس قال ان الويندوز بروك ولا had broken ولا have been broken ولا have been broken before the safe طبعا went into the building. يعني واضح هنا 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 في first action وفي second action. يعني هنا the police said that the windows اجابة had been broken before the safe طبعا went into the building. number 52. that old that old hotel could use ولا could be using ولا could be used ولا could have used as a museum in the future وبدئ بالobject يا جماعة بدئ بالold hotel لي. بقى انا محتاج بسف عندي could use ناقص تصريف ذات للفعل could be using ناقص تصريف ذات للفعل could be used هي الاجابة صح و could have used مفروض لو فيه could have been used يعني الاجابة الاجابة could be used 53 when the police arrived at the bank ننتقل لمستر خالد عطية ونشوف مع بعض كده الجملة رقم 53 طيب 53 يا جماعة بتقوليه there the bank they realized there the money space نحاول نفهمها لما البوليس وصل البنك ادرك ان الفلوس ايه انا عايز اقول بالعرب كده سرقت ولا سرقت سرقت they will they going to و هكذا زي زي موضل افعال نقصة وبالتالي الافعال النقصة في الباسف كلها بيقولي البرج ده لازم يصلح بيجي وراها الانفينتف بي و بي بي يبقى 54 the tower needs to rebirth to be rebirth to be rebirth rebirth ها ايوا هي نمبر بي to be rebirth محتاج ان يصلح اكي تمام مستر خالد ننتقل لمستر خالد عبدالهادي ونشوف الجملة رقم 55 بدل مستر احمد جملة نمبر 55 55 برضو على الباسف فبيقولي having احنا قلنا من شوية انا having ريجو راتس ريف تالت فالطالب اللي هيتسرع هيختار نمبر سين having rebirth بس هال معناها بعد ما صلح العربية بقى شكلها كويس بعد ما صلح يعني العربية اللي تصلحت ولا بعد ما تصلحت العربية يبقى لازم لما تابع الباسف يبقى having been rebirth يبقى هنا الاختيار الصح مش هيبقى having rebirth خالص هيبقى الاختيار نمبر بي having been rebirth بعد ما صلحت الجملة رقم 56 56 بيج نمبر 12 بيج نمبر 12 صفحة 12 بيقولي I wouldn't like بيج نمبر 12 صفحة 12 I wouldn't like طبعا would like انت لما بتبقى عارف بيجي وراه على طول خليك معايا انت اللي أنا بقوله would like لما بيجي بيجي وراه طول مصدر لازم like انت عارفين like ممكن يجي وراه ING ممكن يجي وراه ناون I like playing football I like مثلا buying كذا لكن I would like لازم تاخد وراه طول مصدر فهنا I would like ما فيش حل غير to be given في قواعد كده لما تبقى عارفها بتساهل على نفسك الأمور يبقى جملة رقم 56 the answer is letter A الاختيار الاولاني هو الصح احسنت مستر خالد ننتقل لمستر صلاة عبدالله والجملة رقم 57 اتفضل و space Z tourism will flourish again in Egypt in few years طرح ما جامعة موجودة عندي it و Z فيه في النص space هنختار صيغة الباسف يبقى letter D is expected يبقى الإجابة it is expected Z وكمل جملتي مستر رمضان سريعا كده 59 شي نقط بي بولايت ده الباسف كونستركشن يا أولاد شي مع تو باختار طبعا is known سريعا كده و number 60 my bag is thought 2 و احنا عارفين تو معانا يستر دي خلابك من دو كويس ايما تو الانفينيتيف يبقى هاول باسط بارتيسبول فو المضارع تو انفينيتيف فو الباسط هاول باسط بارتيسبول ففيها ستر دي يبقى تو هاول ستول طبعا دي باسف يبقى تو هاولين ستول number C يبقى number 59 D و number 60 C شكراك بستر رمضان شرفتونا وحلقة نتمنى ان يكونكم مدفيدة لكل طلابنا ان شاء الله ونشوفكم في حلقات قديمة ان شاء الله شكرا لكم جايعا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم